اشتركوا في القناة اليوم سوف أعطيكم في فيديو حصات شهر فبراير من الكتب الكوميكس المانجا والأفلام سوف تروني مقسمة في الفيديو على جزء معين سوف نشاهدوه هناك أشياء كثيرة سوف أتكلم عنها لا يوجد فيديو يتغل قوي قسم الكتب بس ماني دي مش كتاب مش لقيلها تصنيم في مجلة نشانجيوغرافيك وطارت عدد يناير 24 وكان عدد خاص معمول عن الفضاء ويركز بشكل كبير جدا على الإنجازات الحديثة في استكشاف الفضاء وربطها بالحاجة المحاولات السابقة وكذا يعني العدد بالنسبة لي نص نص شوية لأن اكتشافات الفضاء بالنسبة لي مش مهمة قوي أقرأ أنها قد ما بحب أقرأ في التاريخ أكتر فبالنسبة لي عدد كله كان عدد لطيف يعني إنها شوية جرافيك فيه صور كتير وإنفوغرافيس كتير وربط كتير بحاجات مختلفة بس مش موضوع المفضل والدولات اللي نبدأ في الكتب أول كتاب هو كتاب الضخم ده بس قراته سهلة جدا لأنه متقسمة بين صور وكتابه كعدد أغلب رواية براين سيلزنيك أي أنا مهتم أن أجمع بقية كتبه بس زي ما نشايفين يعني فيه صفحات كتيرة مرسومة بالطريقة دي وبعد كده فيه صفحات الكتابة حتى الكتابة يعني مش صعب قوي مكتوبة بالطريقة دي وكتاب كأنه في الجزء بتاع مرسوم اللي هو الرسوم والجزء المكتوب كل واحد فيهم بيحق القصة مختلفة واندرستراك دي بتتابع قصتين مختلفتين زي ما قلت لكم بس بتبدأ تكتشفوا وجه الشبه من بينهم او ايه الرابط اللي ما بين القصتين دول فده كتابي الاول ليه وافتكر انه هو كل كتاباته بياخد فيها موضوع زي ده انه هو قصة تتحكى عن طريق الرسوم من غير اي كلام وقصة تانية بتتحكى عن طريق الكتابة العادية وقصتين في زمنين مختلفين بس الاتنين في الماضي فالرواية دي تعتبر رواية تاريخية افتكر الفرق ما بينهم خمسين سنة وبنشوف الرابط ما بين القصتين دول القصة المكتوبة هي قصة وعد اسمه بان بيفقد مامته وبنشوفه في بداية القصة وهو لسه بيعاني من اثار فقدان مامته وبنشوف انه بيتعرض لحاجة بتخليه يفقد سامعه وبنرجع في الماضي خمسين سنة وبنشوف بنت تانية برضو ما بتسمعش وبنشوف ايه العلاقة ما بين الشخصين دول بنشوف ان هم في بعض النقاط بيروحوا نفس الاماكن عندهم نفس الاهتمامات بس الفاصل منهم خمسين سنة فتدريجيا بتبدأوا تكتشفوا الرابط ما بين الشخصين دول اللي هو قصة تبع طفلين بن الولد والبنت متى اسمها روز وهما اتنين فيه بينهم اوجه شابه كتير يعني غير ان اهتماماتهم اللي متى شابهة جدا هما الاتنين نوعا معا عندهم فقدان للاهل ورحلة بحث عن مكان يلاقوا نفسهم في اسلوب الكتابة جميل جدا والرسوم بسيطة ومعبرة قوي يعني دي شكل الرسوم الكتاب جميل جدا حتى كاخراج الكتاب معمول حلو قوي فلو انتم ما اردوش كتاب من كتبه برا ارشحالكم جدا انا محتمى ان اقرأ بقيت كتبه استمتعت بيه جدا جدا بعد كده قرأت ترجمة جديدة لجلجامش وهي ترجمة سوفوس هيلي ودي ترجمة بالانجليزية الكتاب ده يعني كتاب ملحمة جلجامش من الملاحم المعروفة طبعا وانا مشتكلم عنه كتير لان انا قرأته لفيديو بس هكتكلمكم النازمة مختصرة عن تجربة قراءة الكتاب ده الكتاب المفروض ان هو الملحمة نفسها واللي هي القصيدة قصيرة بس الكتاب تلت ارباع مقالات قبل الملحمة وبعد الملحمة لانها فعلا الملحمة من غيرها ما تتفهمش قوي الملء يعني المقالات اللي قاردها ملت فراغات كتيرة في المحمة دي لانها حتى الان حتى سنة عشرين ما زالوا بيكتشفوا تابلتس جديدة بتضيف مقاطع الى القصيدة دي وهي قصيدة جلجامش اللي هو الملك وهي واحدة من الملاحم القديمة جدا من العراق القديمة وتابع جلجامش ورحلته للسعي ان هو يكتشف سر الخلود وسر الحياة الأبدية وطبعا علاقته بالصديق المقرب جدا من لي ام كيدو فدي القصة الرئيسية اللي بتتابع جلجامش بس المميز فيها فعلا انها ده كتاب ما يتقراش من غير المقالات المرافقة ليه بس اكلمكم عنه اكتر في الفيديو لا بعملو عنه لان اقرأت بمع الحمادي عشان كنت بحضر الفيديو مخصوص عنه بعد كده قرأت رواية قناعة بلون السماء ليه باسم خندقشي ودي كانت محاولة ان انا اقرأ كل شهر الكتاب فلسطيني او كتاب الكتاب فلسطيني الكتاب ده بيتابع خطين روايين مختلفين اه الخط الاول الرواية الاول اللي نحن بنشوف قصة نور هو شاب فلسطيني اه من اللاجئين وعنده ملامحه غربية شوية فبتساعده ان هو يتنقل بسهولة شوية في المناطق اللي تحت الاحتلال الصهيوني اه الخط التاني هو الرواية اللي هو بيحاول يكتبها هو مركز فيها على قصة مريم المجدلية وبنشوف ملامح مريم المجدلية على قطب فلسطين وهو بيحاول في الرواية دي يصلح اللي دان براون عمله او كتبه في شفر الدفنشي فدوات الخطين اللي احنا بنتبعهم في الرواية فبنشوف تحركاته ورحلته لكتابة الرواية دي هي اللي بتدفعه ان هو بتدفع الاحداث لقدامه بطل رواية نورة عنده ازمة هواية قوية جدا بعد سجن صديقه مراد هو صديقه مراد اتخطفه السجن بيلاقي نفسه في الاثار وفي التنقب عن الماضي ما بيهتم بالماضي اكتر وبالاثار القديمة اكتر من تركيزه على الحاضر اللي هو عايش فيه وبيلاقي متنفس فدال ليه وملامحه برضو بتساعده ان هو يروح الاماكن الصونية وان الدنيا تتفتح له شوية لما يبدأ تدريجيا ينتحل شخصية واحد صهيوني بدل ما يكون فلسطيني وده بيفتح له ابواب اكتر في بالذات في مجال التنقب عن الاثار طبعا هو مش شخص مثالي وزعزعته دي بتتهز بسهولة جدا بالذات لما بيقابل الناس فلسطينيين وبيواجههم بيشوف قد ايه هما اختاروا انه هما يفضلوا من غير ما يدى الشباسه بهاوية اسرائيلية ويخوضوا نفس اللي هو بيخوضوا بس هو بيخوضوا نوعا ما بسكة تانية وان هو اخد منتح الشخصية واحد اسرائيلي وفكرة كمان ان هو بيعد طول الرواية بيسجل رسائل صوتية لصديقه مراد المسجون الرسائل دي صديقه مش هيسمعها او هو مش بيسجلها بهدف ان هو يسمعها قد ما ان هو بيسجلها كاعتراف لصديقه فبيعترف بها فيها كل الاخطاء اللي هو عمالها دي في رواية دي اللي اكشفتوا بعدين ان الكتاب ده مستوحى نوعا ما من حياة الكتب ان هو مسجون وان اخلب برواياته ومن ضمنها الرواية دي اتكتبها وهو جوه السجن واتهربت فدي بالنسبة لي انجاز يعني قدتها رواية زي دي انا مش عارفة قايمها ازاي هي كرواية نفسها ممكن مش احسن حبكة شدتني المقاطة الاولانية اكتر وهو بتكلم عن حياته قبل ما يروح الجزء التاني من الرواية بس فجرة تشكيل الرواية دي نفسها وازاي خرجت للضوء تستحق لوحدها خمس نجوم فده الرواية اللي خلصتها وافتك انها على قائمة طويلة او قائمة قصيرة لوحدة من الجواز بتوها السنة دي مش بتابع قوي الجواز الجواز يعني ومش بحاول اقرأ كل كتاب على قائمة بس شد شد الغلاف ده نظري ان هو شفته على قائمة طويلة او قائمة قصيرة جائزة ماه بعد كده قرأت الكتابين الخامس والسادس من سيد سيد انولا هولمز كان الخامس والسادس والسادس ومفولة السادس ده كان اخر كتاب في السلسلة من عشر سنين بس تريبا مع نزول الفيلم الناس في تقرأتها تاني والكاتبة رجعت تكتبها فرجعت تكتبها بعد عشر سنين تريبا وانه كان نحية غريبة ومقفولة شوية وانتبع فيها انولا هولمز اللي استغربته ان اصدت الكتب دول يعني انا ان ما كنتش متذكرة يعني ان كنت متذكرة كويس الكتاب الاولاني فافتكر الكتاب الاخير ده بيخلص مع عيد بلادها اللي بماركس مرور السنة من احداث الكتاب الاول فانا مش مقتنعة او مش مصدقة ان السادس الكتب دول كلهم المفوض سنة واحدة فدعريبا بدأنا الرواية وينولا عندها تلاتتاشر سنة ومعنى هاد الكتاب الرابع ده بتتم لربعتاشر سنة فحاسة ان انا حاسة ان انا كان مفوض تكبر عن كده شوية بس المهم ان الكتاب نوعا ما بيدي نهاية لطيفة شوية نهاية بتصلح فيها امور كتير كانت غامضة على مدار السلسلة وانا مهتمة شوف الكتاب السابع هيستكمل احداث السابع خصوصا انهو بيستكمل عند نفس النقطة اللي توقفنا عندها في الكتاب السادس بس مشاهدة كانوكم كتاب سلسلة بس انتروا ما بتحبوا هي ميدر جريد على ويا شوية لو انتو بتحبوا الميستري اللي بيدور احداثه في لندن في العصر فيكتوري وكده وبتحبوا تحقيقات شارلو كومز بس المهتمين انشوفوا من وجهة نظر بنت اصغر منه فهي بتواجه مصاعب لكونها واحدة بنت ولكونها اصغر سنا وازاي بزكاءها بتتحيل على كل الحاجات دي فهي الصراحة سلسلة ظريفة جدا نوعا متحمسة انا نكملها واخر كتاب كتاب كاريتو هو The Ultimate Lawson Philosophy والكتاب ده مجموعة مقالات مختلفة لمؤلفين مختلفين كل واحد فيهم بيختار نظرية فلسفية ما او شيء فلسفي حاصل فيه مسلسل Lost وبينقشه فطبعا الكتاب ده ما يتقرهش غير لو انتم مش شايفين مسلسل Lost وانصحكم لو شفتم مسلسل Lost تقرؤوا كتاب ده عطول لو انتم متمين بفكرة دمج البوب كالتشر والفلسفة لان الصراحة انا حاسة ان انا لو كنت قريد الكتاب ده بعد ما شفت Lost بحبة كتير كنت هنسى اغلب الحاجات اللي هم بتكلموا عنها فحاسة ان هو مناسب فعلا يتقرى لما تكونوا مخلصين Lost مهتمين تشوفوا ده طبعا الكتاب مشكلته انه هو فيه تكرارية كتيرة يعني فكرة اللعب الزمني اللي موجودة في المهم مسلسل شفت ست مقالات وربعة بينقشوا نفس الفكرة وبيتراحوا نفس الفلسفة فهو ممكن في بعض الاحيان يبقى الكتاب تكراري ومملي شوية بس مشكلة ان فيه بعض الافكار المثير الاهتمامه في Lost كنت حاب اشوفه من منصور فلسفي مش محتاجين تكونوا عارفين كتير عن الفلسفة ولا تكونوا عارفين اعمال كل فلسف اتذكر في الكتاب ده لانه هو لما بيذكروا فلسف معين بيذكروا اعلق يعني افكاره العامة كانت بتدور عن ايه ويعلقته بمسلسل Lost فهو مش بيفترض كتير ان انتوا عارفين كتير عن الفلسفة بس بيفترضوا تماما ان انتوا شفتوا مسلسل Lost وعارفين كل احداث اللي هما بتكلموا عنها لانهم مبعدوش يشرحون بس ككتاب هو يعني انا مهتمة ان انا يعني كل ما خلص مسلسل او فيلم او يونيفرس ما لو فيه كتاب بوب كالتش زي ده اا مهتمة اقراه بس انا ادركت بعد قراءة الكتاب ده ان انا مش هقرأ واحد من كتب دول غير لما كنت شفت الحاجة دي او اعادت مشاهدتها قريب لان فعلا من غير ما كنت فاكرة الى حداث اللي بتحصل ما كنتش هفهم اي حاجة من اللي بيتكلاموا عنها وبعد كده كمان اتخلصت العدد السادس واشا اتكلم عنها كتير يعني اعطاكم ان انا لما خلص السلسادي خلصوا افتك ان هم عشر كتب ان دواتي بقرأ كتاب السابع اتكلمكم عن السلسادي بشكل عام بس ايها دي سلسادي سلسادي ديستوبيا يابانية وفاوز مقتلكم لما خلصها الكلام عنها بشكل اكبر بعد كده المانجا ولوب تونز هنبدأ اول حاجة بكتاب المانجا الوحيد الورقي اللي قريته وهو شونس جورني اللي هيو ميازاكي وده او مرة يترجم رغم ان هو حجم حاجات ميازاكي القديمة بس او مرة تترجم وهي معمولة بالطريقة دي فهي شبه الكوميكس بس انا مش هدر سميها كوميكس بمنها اللي هيو ميازاكي فا بتبع قصة شونة اللي هو الامير ده في رحلتهم هو بيحاول يلاقي الحبوب يزرعها او بذور يزرعها علشان ينقذ المملكة بتاعته وبنشوف الرحلة اللي هو بياخدها اسلوب الرسم بتاعها الواحده جميل جدا اي صفحة هرفتاحها هيكون اسلوب الرسم بتاعها هلو اوفاة حسن اللي هو انا قدت مستمتعب بدي كتجربة تجربة بصرية اكتر من انها تجربة في القراءة والكتابة قليلة فيها فيها بعض الكتاب زي ما انتم شايفين هنا بس هو التركيز القصة القصة جميلة جدا وطبعا شبه حاجات جيبلي كلها يعني لو انتم شفتوا بعض افلام جيبلي فيه فيلم الجيبلي مش فاكه كان اسمه ايه مكتوب هنا في المقدمة او في الخاتمة ان هو كتب الكتاب ده في وقت ما كان بيشتغل على الفيلم التاني ففيه بعض المشاهد متشابهة بالذات ما بين الاتنين فكان الكتاب ده ما افتكاش ان هو تعمل واحدين افلام جيبلي بس ممتاز جدا بعد كده خلص السلسلات يا ماذا كان انزل سيفن ويتشيز فقريت من العدد 22 ل العدد 28 وكده خلص السلسلات يا خيرا وزي ما قلت لكم افتك لما اتكلمت عنها اقل مرة انه من عدد واحد لعدد عشرة القصة السياب تخلص وبعد كده يفضلوا يعيدوا نفس الحبكة دي مرة وتانية وتالتة وربع فلو انتو ما حبشتوش الشخصيات ما افتكرش ان انتو هتعرفوا تكملوا معايا حتى الانيمي اللي تعمل انيمي 12 حلقة بس فانا حاسة حاسة مش متأكدة من ده ناسة مش يفتوش انه هم اخدوا اول عشرة وكتفوا بالقصة الرئيسي اللي كان ظهر فيهم وخلصت القصة على كده لان بعد كده فعلا احاسة بتوتو تتكرر بس انفكة انه في الاخر اتنين بتتكشف حاجات احنا كنا بنتسائل عندناها من اول فبرضو محتاجين تقرؤ الاستسيلة كلها الاستسيلة معاملة كوميدية فيها بعض الفان سيرفز بعض الاحيان كان بيبقى سخيف شوية وفيها قصة شخصيات كبير بس بمرور الاحداث من انتو بيفضلوا يتكرروا قدامكم بيضحفظوا الشخصيات في بعض شخصيات القديمة اللي زاد في اول عشر فوليوم سبتت ناسا وبعدين بتبدأ ترجع في الاخر خالص انها بتاعت سويت جدا بتتبع القصة الاساسية يعني يامادا كان ده ولاد في المدرسة السنوي وبالسبب انحدث ما بيلاقي نفسه متورط مع سحرات المدرسة بنكتشف من المدرسة دي فيها سبع سحرات بسبع قدرات مختلفة وكل سحر فيهم وبنشوف علاقة كل سحر فيهم بيامادا كان وإحتياج هلال بيامادا كان والعلاقات بتطور زي فهي مانجا كيوت جدا لطيفة قوي خدت مني وقت بس أنا سمتعت بيها قوي وبدأت مانجا تانية وهي بس الفصل الأول ده بالنسبالي واحد من الفصول اللي معلقة في دماغي فأردت منها حتى الآن ثلاثة عدد وحاسن أنا بعد ما أردت بعض حاجات زي وقارد 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 شوية ودوره ودوره وقارد حاسن هدو قبلة أكتر الحاجات الدموية والرعب اللي في المانجا دي إنها فعلا هدو أقرأ الفوليوم الخامس والفوليوم الخامس الدموي فاللي هو أنا مش فاكرة يعني لو فرحت الجوليز هفتك أنا وقفت عند فوليوم كان وافتك ما كملتش كتير بعد الخامس فمستمتعة بيها لو انتم بتحب الحاجات الدموية لو متحبوش الرعب الدموي ما هنصح حكمش بيها فأنا متحمسة أن رجعت أكملها ثانية كده قرأت أربع سلاسل ويبتون اول واحد اسمها For the sake of Sita ودي ويبتون قصيرة شوية بتتكلم عن الطبيب كوري أفتكر بيروح نيبل وهناك بيقابل بنت المفروض انها مهمتها انها تبقى تكسيد للإله في معبد الماء وبنشوف علاقتهم في حالة خبطة شوية بس كتك ثلاث ثلاث سلاسل ويبتون تانية كوميدية في واحدة اسمها Up and Out كان دماء خفيفة عجبتني الكوميدية بتاعتها ميدنايت رابسودي حيوانات عشوائية قوي الكوميدية عشوائية وإبك في كوميدية عشوائية فالثلاث كوميدية عشوائية افتكر أظرفهم بالنسبالي كت Up and Out اللي هي دي بعد كده هبتكلمكم مع الكوميكس والجرافيك نوفلز اللي قررتها ويستعدوا يعني مجموعة كبيرة أول حاجة قررت كوشنري تيلز نسخة أوروبا ونسخة أفريقيا كنت قررت نسخة أسيا من زمان وما كنتش عارفة نها جزء من سلسلة والاتنين دول تجميع لمؤلفين كوميكس كتير بياخدوا قصص وحكايات خالية في عدد أوروبا وفي عدد أفريقيا بياخدوا حكايات خالية أفريقية وحكايات خالية أوروبية وبيعيدوا حكيها بأسلوب الرسم بتاعهم كل رسالة طبعا الأسلوب الرسم المختلف بتاعه والقصص كلها معمولة بالأبيض وزود وكانت ظريفة يعني في منهم حاجات عجبتني وفي منهم حاجات ما عجبتنيش قوي ما كنتش عارفة كل القصص الأصلية فبس حسيت انها ده مأثرش قوي على تقربة القراءة ممكن لو انتم كنت عارفين القصص تكون تقربة القراءة أفضل بس بالنسبة لي أنا بحب دايما عادة الحكي قرأت كمان The Daughters of Yes ودي واحدة من مجمل السليب الرسم اللي قرأتها دي برضو قرأت حكي لمايثولوجيا أفتكر من نورس مايثولوجي الإسكننافية أفتكروا وبتكلم عن أختين مامتهم كانت من الألف تقريبا والأختين دول بعد متممتهم بيشقوا طريقين مختلفين جدا البنت واحدة منهم بتنغمس في السحر الأسود واحدة منهم بتسيب القصر مامتهم كانت الملكة بتسيب القصر وبتسيب حياتها كأميرة وبتعيش في الغابات وسط الحيوانات وكده فنشوف الاختلافات ما بينهم والصراع اللي بتخوضوا المملكة بسبب ده السبرة سمتها جميل جدا عادت حكي تانية هي اسمع بي وولف ويدي كيوت جدا كيوت جدا دي عادت حكي من بي وولف بس بتاخد سلوب عصري شوائية وأبطالها كلهم أطفال والأطفال دول بيحاولوا يواجهوا الأشرار كبار السن اللي هما بيحاولوا يمنعهم من ان هما يستمتعوا بوقتهم السلوب الرسم بتاعها جميل جدا معمولة كلها بكأنها مرسومة بالألم الحبرة وقالما الرصاص ومكتوبة كلها بأسلوب القصيدة بتبية وولف كانها مكتوبة أسلوب الكتاب بتاعها جميل وأسلوب الرسم بتاعها جميل استمتعت بيها جدا بعد كده عريد كتاب باسمه Bad dreams in the night لأدم إلس وأنا بحب الرسم بتاعه كنت متابعها لإستجرام زمان وده أفتكر واحد من حاجات نت جالي وكان تجربة جميلة جدا كلها قصص رعب قصص قصيرة رعب وكلها بعد كل قصة منهم بيكتب إيه الألهم وبالقصة دي لو أنتم ما بتحبوش رعب ما نصحش بي بس هو أسلوب الرسم بتاعه مميز لو أنتم بتحبوا أسلوب الرسم بتاعه كمان أنصحكم بيها بعد كده قرية كتاب تاني برضو من نت جالي اسمه The snowcat prince كان كتاب كيوت أبجرافك نوفي كيوت بتتكلم عن مملكة بيحكمها قطط دي أو نمور وبي الأساطير بتاعتهم أنهم في حرب دائمة مع التعالب وبنشوف الأرنب النمر الصغير ده وهو بيحاول يستعيد التاج المفقود بتاعهم بيكتشف حقيقة الأساطير بتاعتهم أسلوب الرسم بتاعها جميل جدا جدا كتاب تاني برضو كان من نعانات جالي اسمه One stop on a workday ده برضو عملية واحدة كانت بتعمل ويبتونة بحبها اسمها War and Peace وده ما خفيف والكتاب ده كله معمول في شكل قصائد برضو بس بيتكلم عن حياة اليومية للناس اللي بتشتغل فواحدة من القصائد بتتكلم عن كتابة الإيميلات واحدة تاني بتتكلم عن اليوم اللي بيضيع مننا واحدة تاني بتتكلم عن الإلهام اللي الواحد بيحاول يلاقيه في شغله فكلها ده ما خفيف السوبر الرسم بتاعها بسيط جدا بس كقراءة كالزريفة قوي قوي الكتاب كمان للأطفال برضو كان عناد جالي اسمه ويلا أنويد وهم طائرين ما بيتيروش وعايزين يتيرو فاهمنا بنتابع النعامة وبطريق والاتنين طبعا ما بيتيروش بس حلمهم انهم ما يتيرو فبنشوف محاولاتهم مختلفة انهم ما يتيرو كتاب للأطفال وكيوت جدا قرأت كمان واحدة كوميك الحد أول اسمها سنو وايد زومبي أبوكليبس وافتكن ده عدد أول ومفوط كتبقى فيه سلسلة تكملة لي وافتكن ما كملتش بس كتقسم سلسلة اهتمام لانها بتدور في عالم موجود فيه كل الشخصيات الفري تيلز فشوفنا في العد الاول ده فيه برينسترومينج فيه سنو وايد وفيه رابونزل بس فيه زومبيز فأسلوب رسمتها مصير الاهتمام فيها رعب وفيها جوري شوية فيها دموية بس حسن هو كمفوط فيه سلسلة تكمل بس مش لقيالها تكملة فمهتمن انا يعني كنت مهتمن انا تكون دي سلسلة تكملوها بعد كده قريت كوميك اسمع جل جامش 2 مشكلة معناها كتير لانها برضو الفيديو تاني بس دي عادة حكي لقصة جل جامش بس ساي فاي شوية و بتدور في المستقبل على كوكب الأرض في قصة خيال علمي مشكلة معناها كتير بس يعني هكلمكم عنها في الفيديو رواية كندريت الاكتافيا اي باطلر ودي رواية بتاخد حبكة خيال علمي عشان تطرع عن طريقها موضوع سياتي وموضوع اجتمع وهو الاستعباد السود في امريكا فبنشوف واحدة نسيت العصر اللي هي حيشة فيه بس يعني في المستقبل شوية او في الحاضر بتلاقي نفسها بترجع في الزمن عشان تقابل ولد من البيت في فترة كان جاري فيها استعباد السود وبتكتشف ان الولد الولد ده هو اللي بيستديها بطريقة ما وبتبنى تكتشف علاقتها بالولد ده ايه وايه السبب اللي بيستديها عشانه وليه هي بتيجي علشانه وبطبعا بتشوف الخطر اللي هي فيه لانها واحدة من السود في مستقبل عايشة فيه بحرية بترجع لفترة اللي كان فيها السود مستعبدين في امريكا فبنشوف الخطر اللي هي بتطرطله كل ما بترجع في الزمن ومحاولات انها تفهم هي ليه بترجع في الزمن وازاي ترجع تاني لزمنها الحقيقي الرواية قاسية جدا اسلوب الرسم بتاعها ما هجبنش خلص خلص اسلوب الرسم بتاعها سيء قوي بس انا مهتم ان انا اقرأ رواية دي كرواية بعد كده قرأت جرافيك نوفل اسمها ليونادو دافنشي ودي زي بايوغرافي لحياة ليونادو دافنشي بس حاصتها مش بايوغرافي كافية لانها مجرات بس مهياش كافية خاصة انتو تفهموا حيات ليونادو دافنشي انتو متعرفوش عنه حاجة هتسيبكم متلخبطين برضو فهياني مش احسن بايوغرافي اذا عملت له بعد كده قرأت سلسلة كوميك اسمها Love the way you love قرأت منها العددين بتاعها وهي تخيلوا كده بس تركيز اكتر على جانب الباند فبنشوف في القصة دي ولد عنده باند وهم طلاب افتكى في السنة وفي الجامعة مش متذكرة قوي ما كانش واضح وبيشوف بنته بيحباها من اول ناظرة وبيكتشف ان البنت دي عندها حاجة زي Evil Boyfriend وبنشوف صراعه ان هو يبقى مع البنت دي اللي هو حبها وكمان صراعه ان هو يحافظ على البند بتاعته فيعني لو انتو بتحب سكولد بيلجرام انا حاسد سكولد بيلجرام عاملة جودة احلى من ديب كتير بس يفكرني جدا بسكولد بيلجرام اريد كمان The Muppet Peter Pan ودي اعدت حكي لقصة Peter Pan بس بشخصيات The Muppets والصراحة ما كانش احسن حاجة يعني انا كنت شفت زمان The Muppet بتاع اعدت حكي لتريجر ايان بشخصيات Muppet كان دمها خفيفة عندي بس كتظريفان اريد كمان كوميك قصيرة اسمها تن ودي بنشوف فيها زي لعبة دموية كده ببعاتوا مسدسات لعشر اشخاص وقائمة باسامي الاشخاص وان العشرة دول المفهود يموتوا بعض واحد منهم ما يفضل عايش هو يشوفوا مين اللي هيضع في الاول كانت قصيرة قوي والناس قالوا انها مستوحية من كوميك تانية اسمها 100 بولت وان هندر بولت عملتها احسن من كده فهتشوف 100 بولت دي كده على قائمة قراءتي في مارس فهتشوف اذا كنت قراءة ولا لا اخر حاجة قراءتها هي تندر ودي رواية جرافيك نوفر رعب برضو بتتبع واحدة مهوزة بانها يبقى عندها الحياة المثالية حياة الانستجرام المثالية وبنتشوف ازاي بتسع انها تحقق ده بشكل سوداوي قوي السلوب الرسم بتاعها كان في بعض المشاهد كانت يقيل قوي علي وفي ناس وقت القصة نفسها سوداوية جدا يعني ما شدتنيش قوي بعد كده اخر حاجة هكلمكم عن افلام المساطلات اللي تفرجت عليها توقع كلها او شفت منها شوية في خلال شهر فبراير اول حاجة ابدأ بالمسواصلات بتفرج على انيمي جن تاما بسم تعبي جدا وصلت لحلقة 160 تقريبا فشكلامكم عنه كتير هو بس منصحش بيك طبعا كبداية خلص اللي بيدخل في العالم المنجل اول مرة في عالم الانيمي اول مرة شفت وكده خلصنا كل الموسم اللي كانت نقصونا ف يعني خلال الشهرين دول اتفرجنا على موسم 13 و14 و15 و16 فحاليا من السنين موسم 17 الجديد بتاعه وشفنا كمان كل الحلقات التانية الاضافية تاسك مستر ده برنامج مسابقات بريطاني بيستضيفه جريك ديفز والكس هون وبيستضيفه في كل موسم منه خمس كوميديانات اغلبهم بريطانيين يعملوا مهامه مختلفة بتتصور وبيبدأوا يعملوا عليها تعليقات في الستوديو في كل حلقة ده مو خفيف جدا كوميديا حلوة قوي شفت كمان مسلسل بوكيمون كونسير عبارة عن خمس حلقاتها بحاجة شفتهم في قاعدة واحدة وبيحكي عن حياتي المثالية وهي ان بنت اذا انا من حياتها الروتينية بتروح تشتغل لفترة في فندق للبوكيمونات وهو فندق بيستقبل البوكيمونات والبشر مع بعض ودمه خفيف جدا يعني كوزي قوي ولطيف جدا اللي هو انا حسيت انها بتعبر عن الحياة المثالية نفسها كمان خلصت دراما الكورية اللي هي جوبلين النهائي بتاعتها اتحرقتني في وسط ما كنتم بتفرج عليها فكنتم بطلة فرجة عليها لحد ما انسى شوية فكان فضل لي اخر حلقتين شفت اخر حلقتين دراما باقسة جدا من اشهد درامات فتككت 2016 2017 بس انا مشوفتهاش وقت ما نزلت وباقسة قوي يعني هي رومانسية ميلو دراما فيها بعض ما اشهد كوميديا كتير وعلاقة جوبلين وجريم ريبر كوميديا بس فيها بقس كتير واحدة من الدرامات الكورية البقسة فان بوية مسلسة المزامان تلست خلصنا احنا بجنشب من خلص دوقتي الموسمة التالية بتاعه فمتحمسة لي جدا واحد مسلسات الشرطة زي ما اتكلمكم عنه كل مرة المختلفة المميز اللي هو انا مش دائما بحب مسلسات الشرطة بس ده معمول حلو ودوقتي الاخر حاجة كلامكم عنها هي الافلام واستعدوا برضه انا شفت افلام كثيرة طبعا انتم متوقعين ان الفيديوهات بتاعتي دي بتبقى طويلة بس اتمنى ما تكونونش بتمنعوا ده طبعا قلولي كمان لو انتم تحبوا ان انا اقسم الحاجات دي بالنسبة لي اسهل بكتير ان انا عملها فيديو واحد بس انتم انا اسهل لكم الكتب تبقى فيديو والافلام تبقى فيديو تاني قولوا ليه ده برضه مهمة كلامكم عن الافلام فيش ترتيب قوي يعني كل فيلم هكلامكم عنه اقول لكم اذا كان عجبني ولا ما عجبنيش قوي او اذا كانت بنسبة لي عادي اول فيلم هو ديفلز ادفوكات لالباتشينو كيانو ريفز اغلق مرة شوفو اه و انا مستغبطة اما شفتوش انا انا بحب الشخص الافلام اللي فيها تكسيد شوية للشيطان بس انا بحب التكسيد الموت اكتر من تكسيد الشيطان وهنا بنشوف اه عالم المحامة والسودوية بتاعته اه الاتنين ما ما سننظرهم حلو جدا فكرني في بعض المشاهد بتاعته ومشاهد البيت ومشاهد حاجات مختلفة بروزماريس بيبي ولو انتو بتحبوا الحاجات السودوية افتكر انا من اواخر الناس اللي تفرجوا على الفيلم ده افتكر ناس كتير تشوك قريدي خالص شافني الفيلم ده من زمان بس فيلم معمول حلو شفت كمان ده جويلا كلاب وده فيلم مستوحى من رواية بنفس الاسم لي امي تان مقاردش رواية للأزف بس يعني الفيلم ده شدني ان انا اقرأ الرواية والرواية دي بتتابع حياة اربع امهات من الصين وبناتهم وبنشوف الفر ما بين حياة الامهات ده في الصين والمعاناة اللي مروا بيها وحياة بناتهم في امريكا وبنشوف زي بيحاولوا يبقى في حلقة وصل ما بينهم كل ام فيهم بتحكي تجربتها البنتها وبنشوف فرق التجارب بتاعهم التجارب اللي بتتكرر والتجارب بتختلف طبعا حياة الامهات كلهم كانت صعبة جدا تصصين وجوهم امريكا كلهم هجرة عشان يحاولوا يحسنوا ظروف اولادهم فبنشوف يعني هو المشاعر الصراحة من المعمولة حلو رغم انها ما قردش كتاب بس حاس انه عارف ياخد بتاع كل امه وخصتها وبنتها معمول حلو قوي شفت كمان فيلم ترينتو فوسان واحد من افلام الزومبي القليلة اللي عجبتني واحد من افلام الكورية برضو اللي معروفة جدا واللي ما شفتوش وهو فيلم زومبي فجأة كوريا بيكتحها الزومبي وبنشوف ان الشخصيت الاساسيسية كانوا في قطر في وسط قطر متجه الى بوسان في وسط ماء الجائحة الزومبي بتبدأ تكتاح كوريا بزرحة بنشوف التركز كله على كوريا وبنشوف اللي بيحصل للشخصيات دي وهما التدريجان بيبدأوا يحاولوا ينجوا من الزومبي الزومبي طبعا فيك ان هما بيعضوا واحد يتحول فوريا الى زومبي فبعض المشاهد ما كانتش ماشية مع الفكرة اللي هما عملوها دي بس كان فيه دراما وبوس وحزن قوي بالتابع البطر الرئيسي بتانها هو جونجيو اللي هو برضو كان في دراما جوبلن وهو اب رايح مسافر لبوسان مع بنته عشان يوديها لمراته اللي معروض السابقة اللي همتها والمعاناة اللي هما بيخدوها وطبعا فيه توتر في علاقتهم هما الاتنين بس ازاي الخطر ده بيقربهم من بعض شفت كمان فيلم ارجايل في السينما الفيلم ده الناس كتير متنتقدوا الناس كتير مش حباه بس يعني انا حاسة ان الناس تمتعت بينا وهو فيلم اكشن خفيف مش مضوقع منه اي حاجة اكتر ممكن بيضا عندي بايس شوية عشان انتم لو شفتوه في السينما فتلاو اسمي في الترجمة بس ممكن ده البياس بتاعي بس الفيلم خفيف فيلم كوميدي من اخراج اللي هو ماتيو فون اللي عمل سلسلة كينجزمان والمفروض ان هما نويين يربطوه بسلسلة كينجزمان هو فيلم بتكلم عن كاتبة بتكتب روايات جاسوسية وفجع بتلاقي نفسها في عالم مؤسسات جاسوسية حيائية بيحاولوا يطردوها علشان الحاجات اللي هي كتبتها حيائية فيلم ده مخفيف في كوميديا فيه قط القط هو البطل بالنسبة لي بس فيلم ما ادخدوهش على محمل الجد خالص شوف دي بعد كده كمان فيلم The Little Prince اللي هو كان اصدار 2015 وكان رائي قوي بياخد قصة Little Prince وبيطبقها على بنت صغيرة حياتها مامتة عاملها لها بالحرف مزبطلة حياتها من غير مساحة لأي إبداع أو أي مرح والطفلة دي بتقابل جارها اللي بيعرفها على قصة Little Prince وبيخليها تخرج من قوقاعة الجدية اللي مامتها معايشها فيها فيلم يعني حزين حزين وفي نفس الوقت المشاهد بتاعة قصة Little Prince مرسمة بأسلوب مختلفة عن المشاهد بتاعة البنت وحياتها العادية والسلوب الرسم بتاعة مشاهد Little Prince جميلة جدا رائيئة قوي 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 بعد كده تفرجت على دون الأول تاني علشان في أول مارس رحنا تفرجنا على دون التاني في السينما وطبعا هكلامكم عنه في حصات مارس بس يعني تفرجت على دون الأولين تاني الفيلم ده فعلا من أحلى أفلام الساي فاي في التصوير والجو العام اللي هما عاملينه في الفيلم أنا حتى الآن لسا مقردش الروايات رغم أن أنا لما شفتوا أول مرة في السينما قررت اوه أنا هرجع على طول أقرأ الروايات لسا مقردش الروايات حيث أن أنا هشوف السلسية الأول اللي هما ننازلوها وبعد كده ممكن أرجع أقرأ الروايات وصلنا أول ثلاثة من الروايات عندنا فعايز أقرهم بس يسا معناش بقيت السلسلة فمش عافزة كنت عايز أقرأهم دلوقتي واستنى لحد ما نجيب بقيت السلسلة بس لو أندو بتحبوا أفلام الخيال العلمي أعتقد واحد من أحلى أفلام الخيال العلم اللي اتعملت مؤخرا بعد كده شفتوا الفيلم الزمان هو قصة شارلز ديكنز في الفترة اللي كتب فيها كريسمس كارول بس الفيلم معمول كأنه إعادة حكي ليه كريسمس كارول بس ببطولة شارلز ديكنز بدل ما تبقى بطولة مش فاك اسمه إيه سكروش فالفكرة نفسها مش هدتنيش قوي حاسن يعني أوكي إعادة حكي تانية لكريسمس كارول إيه الجديد يعني بس دان ستيفنز تمثيله حلو بس الفيلم نفسه مش هدتنيش قوي شفت كمان فيلم اسم سالودس أميجوز فيلم الديزني عاملينه ورهوة كانوا عاملين كأنهم عاملين رحلة رسمين ديزني روحوا للمكسيك ابتكرة ميكسيكا والبرازيل عشان يشوفوا المشاهد الطبيعية ومشاهد الناس في الحياتهم اليومية عشان يرسموها وكده ففي وسط ده بينشوف زي سكتشات مختلفة لبالذات بطوط ويجوفي وشخصية جديدة بيقدموها من البرازيل السكتشات نفسها ده ما خفيف شوية حبيت سكتش جوفي جدا بس الفيلم نفسه حاسته فيلم عادي قوي شوفت هانجوفر الجزء الأول مرة تانية ده واحد من أفلام الكوميديا اللي بحبها أرغب أنه هو مش فيلم إثيكل من أي ناحية أو مش فيلم يعني فيلمه مهين لكل حد لكل شخص في الحقيقة بس الكوميديا بتاع تفسيات بيتحاكني فعلا فكانت خططنا نحن نشوف السلسية بس نسينا نشوف السلسية فشوفنا الجزء الأول بس وبنشوف فيها أن هما أربع أصدقاء بيروح لأس فيجس علشان صاحبهم هيتجوز وبيصحوا تاني يوم مش يلاقيين صاحبهم اللي عايزين يرجعوا به وبيبدأوا يستجمعوا إيه اللي حصل في الليلة دي إيه اللي حصل وهم نسيينه وبيبدأوا يشوفوا حاجات كارسية عملوها وحصلت بعد كده شوفت آخر فيلم في سلسية هوتل ترانسلفانيا اللي هو سامر فكيشن عسى أن الجزء الأول كان تمام الجزء الثاني كان فان الجزء ده ممل ممل فأنا مستغربة أن هما فضلوا يحلبوا السلسية دي وأتمنى أن هما يكونوا خلاصوا كده لأننا ما عودش مستحمليها أو مش نوية أشوفها تاني بنشوف الشخصيات كلها بتاعة تفتل ترانسلفانيا في إنهم بيقرروا ياخدوا أجازة إنهم بيروحوا في كروز بحرية وبيبن قبل وحوش مختلفة وكده وآخر فيلم شوفته فيلم اسمه ريبرث وفيلم رعب رعب نفسي شوية عن واحد زهائن من حياته بيقرر وبيجي لواحد صاحبه من أيام الجامعة يقول له أنت زهائن من حياتك أنا برشح لك تنضمي ريبرث بنكتشف أن ريبرث دي عبرة عن كالت وبنشوف الرعب اللي هو بيمر بيه في التجربة دي الفيلم سيء بالنسبة لي قيمته بنجمة واحدة عرفت أن هو أحد نجمة واحدة كتير عليه بس يعني كان فيلم عادي فيلم عادي يعني شوفت أفلام رعب نفسي أحسن ميدي بكتير بس فضح صد فبراير شوفت حاجة كتيرة أتمنى تكونوا لقيتوا حاجة جديدة تشد انتبهكم سواء كتاب أو فيلم أو كوميكس صعب علي أكتب أسامي كل الحاجات دي في ديسكيبشن بوكس فأنت ممكن توقفوا الفيديو لما أنا بتكلم عن أي حاجة منهم تاخدوا اسمها يعني آمل من دا من الصور أنا بحطك الصور بتاعت أي حاجة بتكلم عنها هنا آمل أنها تكون واضحة في كيفية أنتوا تاخدوا الاسم ده لنصعب بدنا أنا أقعد أكتب كل الحاجات دي متضر كمان في كومنتاتكم تكتبوا لي عن حاجة علاقة معاكم سواء فيلم أو كتاب أو حاجة علاقة معاكم من قراءات أو مشاهدات شارف براير معاكم وأتمنى الفيديو اللي أكون أعجبكم منتظروني في الفيديو باي باي اشتركوا في القناة